بسم الله الرحمن الرحيم واصل الحديث حول صفة الصلاة إذا كان الإنسان لا يستطيع النطق بالتكبير بأن يكون عاجز فهل ينوي بقلبه ويحرك لسانه وشفتيه؟ قال الجواب ينويها بقلبه لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها وجزم بها بقلبه هل يشترط في المنفرد والمأموم أن يسمع نفسه بالتكبير؟ لأن الإمام لا بد أن يكبر حتى يسمعه المأمومين لكن المنفرد الذي تصلي الوحدة منفردا أو المأموم هل يشترط عند تكبيرة الإحرام أن يسمع نفسه؟ هذا خلاف بين العلماء فمنهم قال لا بد له أن يسمع نفسه وذلك بأن يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع نفسه وهذا هو المذهب عند الحنابلة ابن عثيمين قال والصحيح أنه لا يشترط ذلك لأن الإسماع هو أمر زائد على القول والنطق وما كان زائد على ما جاءت به السنة فهذا لا دليل عليه إذن وعلى من قال بذلك أن يأتي بالدليل ثم الإنسان قد يكون ضعيف السمع لا يستطيع أن يسمع أو حوله أصوات لا يستطيع أن يسمع فالراجح أن جميع أقواله في الصلاة معتبرة وأنه لا يشترط أكثر من مدلة عليه النصوص وذلك بأن يقول الله أكبر وإن لم يسمع نفسه قوله الله أكبر هذا هو اللفظ الذي لا بد أن يأتي به فلا يجزي غيره قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا جاء بأي لفظ غير الله أكبر فإنه لا يقبل فلو قال الحمد لله أو بسم الله أو لا إله إلا الله فإنه لا يقبل لابد أن يقول هذا اللفظ الله أكبر لأنه هذا الذي جاءت به السنة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به السنة القولية والسنة الفعلية والعبادة مبنية على التعبد لا يزاد فيها ولا ينقص منها مسألة إذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ إنسان دخل في الإسلام من من يتكلم الأردو أو يتكلم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية ولا يعرف اللغة العربية ودخل في الإسلام وأراد أن يصلي وأن يقول الله أكبر فماذا يفعل؟ القاعدة الشرعية تقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعه فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم فالقاعدة أن الإنسان يكلف قدر استطاعته فيكبر بلغته وتنعقد صلاةه ولا حرج عليه لأنه لا يستطيع أن يعرف غير لغته مسألة كيف النطق بهذه الكلمة؟ كيف النطق بالتكبير؟ قال العلماء في التكبير يكره أن يمطط في الصلاة سواء تكبيرة الإحرام أو غير من التكبيرات واستدلوا على ذلك أنه لم يرد في السنة أن التكبير يمطط ويظهر بصوت فيه نوع من تمديد التكبير هكذا نص الفقهاء رحمهم الله عز وجل على هذه المسألة رافع عن يديه نحن لازلنا في التكبير إذن التكبير يكون معه رفع اليدين ورفع اليدين في الصلاة في أربع مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول هذه أربع مواطن في الصلاة يرفع الإنسان يديه ورفع اليدين بالطبع هو سنة دليل هذا الرفع ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا ابتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع فهذا دليل على أنه يرفع يديه هذا سنة ولو لم يرفع فلا حرج عليه سفة اليدين في رفعها قالوا مضمومتي الأصابع يعني أن الأصابع ليست مفرجة وإنما مضمومة بعضها إلى بعض ومرصوصة هكذا قال العلماء وقال بعضهم أنه لو نشرها فلا بأس ولكن الصحيح ما ذكره صاحب الزاد أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمومتي الأصابع حذو منكبيه أي كتفيه يعني موازية لهما وفي صفة أخرى إلى أذنيه أو إلى الأذنين إلى ما يقارب الأذنين فيكون رفع اليدين إلى الكتفين ويكون كذلك في صفة أخرى إلى الأذنين ثم ينبغي لي ويجب على الإمام أن يكبر بصوت يسمع من خلفه لابد أن يسمع من خلفه وجوبا وهذا هو القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرا مسموعا حتى يسمعه من خلفه لأنه إذا لم يسمعه من خلفه ربما لا يدخلون في الصلاة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك هداعي أيضا أن يبلغ أبو بكر رضي الله عنه التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أبو بكر بالناس ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يرفع صوته بالتكبير ليسمعه من خلفه ثانيا لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كقراءته في الركعتين الأولى من صلاة المغرب وصلاة العشاء هذا والله أعلم